الكلام اللي تألف التقرير ده بيدل على ان المصريين عارفين يعني ايه الصلة بين العبد وربه ازاي يعني المصريين عارفين ان مسألة ان ربنا عرفوه بالعقل هم مين اللي عرفوه بالعقل كل البشر متاح ليهم ان هم يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى لان هم بشر وعندهم عقل وكأن ربنا عرفوه بالعقل يعني كل واحد فينا واجب عليه ان هو يعرف ربنا ده اول معنى ان ربنا عرفوه بالعقل يبقى كل واحد فينا مكلف ان هو يعرف ربنا لان كل واحد عنده عقل يبقى عليه ان هو يعرف ربنا ده اول معنى ان ربنا عرفوه بالعقل كمان الناس اللي ما كانش وصل ليهم الرسل او كانوا في بداية البعثة حضرت النبي لما كلم مشريك القريش كلمهم وتكلم معهم وفهمهم بالعقل أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وفهمهم أن الله سبحانه وتعالى أن كل أثر يدل على المؤثر والبعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير فأول من آمنوا كان الخطاب ليهم بالعقل لأنهم كانوا لسه ما صدقوش بالرسالة فربنا عندهم كمان عرفوه بالعقل بس كمان ربنا عرفوه بالعقل عندنا احنا كمان ليه؟ أول خطاب جيه في القرآن الكريم بيقول إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إيه اللي حاصل؟ قالوا ده كده يبقى عندنا كتابين الكتاب الأولاني إيه ده كتابين يعني إيه عندنا كتابين ربنا ادهم لنا الكتاب الأولي لكون اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني سأقرأ في الكون في كتاب الله المستوء في كتاب الله المنظور طب فين إن ده كتاب قال له هو اسمع قوله وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي أولي الألباب إيه ده آيات؟ زي ما القرآن في آيات الكون كمان في آيات تمنى سأقرأ في الكون بإيه؟ سأقرأ في الكون بالعقل يبقى المصريين عشان عارفين إن من أول البعث إحنا عندنا كتابين الكتاب الأولاني وكتاب الإيه؟ كتاب الله المنظور والكتاب الثاني هو كتاب الله المستور اللي هو إيه؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يبقى إحنا عندنا كتابين الكتاب المنظور وإحنا نبص ونشوف بديئة خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فنصل إلى الله سبحانه وتعالى ونزداد إيمانا ولذلك لو واحد فينا عايز يعرف مزيد من المعرفة عن الله يبص في إيه؟ يبص في الأيام والليالي زي ما بيقوله كده سيد بن عطاء الله السكندري بيقوله إيه؟ بيقوله عَلْ عَوَّدَكَ إِلَّا مِنَنَا وَعَلَّهَ عَمَّالَكَ إِلَّا حُسْنَةَ ده ربنا قاعد يعطي إليك المنن والحسن أي واحد فينا يستطيع أنه وهو قاعد كده يسبح ربنا ليه يسبح ربنا؟ يسبح ربنا لأنه ببساطة خالص لو نظر هو مين اللي وفقني؟ مين اللي شرح صدري بعد ما كان صدري مقبوض؟ مين اللي يسر أمري بعد ما كنت في عسر؟ مين اللي أتى بعد العسر باليسر؟ الله يبقى الله سبحانه وتعالى أن يعرفه لما نعمل العقل في حياتنا ولذلك لازم نعرف أن ربنا جعل العقل مش هو في مقابلة الشرع ده العقل وسيلة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى احنا لازم نعرف أن العقل ده أداة من أدوات فهم الشرع الشريف ونعرف أن العقل ربنا خلقوا فينا قبل ما يخطبنا يبقى العقل الأول وبعضين الخطاب يبقى لازم نعرف أن العقل ده هو اللي في يفتح لنا باب بالفهم للشرع الشريف لأن كل واحد فينا بهذا العقل يقدر يفهم بدون العقل لن نستطيع أن نفهم إذا تفهم أن الله سبحانه وتعالى خاطبك وقال إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقول الألباب من أولي الألباب؟ أصحاب العقول والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في ملكوت السموات والأرض أو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الله سبحانه وتعالى شيئا باطلا ولذلك إلا حاصل الله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إيه ده؟ التفكر ده بيكون بالعقل يبقى هم بيصلوا من هذا إلى أن هم يصلوا إلى اليقين من وجود الله معهم سبحانه وتعالى هذا الكلام مهم جدا إحنا في التقرير لقينا حد بيقول بس في بعض الناس ما له يا سيدي؟ بعض الناس بيقولوا أن ربنا عرفه بالرسل طيب وسيدنا آدم عرف ربنا إزاي؟ وأبناء سيدنا آدم عرف ربنا إزاي؟ إذن المسألة أن العقل ده بيخلي كل واحد فينا واجب عليه أنه يعرف الله سبحانه وتعالى ولكن يأتي الرسل ويعرفون حق المعرفة بالله سبحانه وتعالى لكن لو واحد في مكان نائي كانوا يضربوننا زمان فيه وإحنا بنتعلم زي طارزان طارزان ده زي حي بن يقضان واحد قعد في الصحر وما وصلهوش الرسل يجب عليه أنه يعرف الله للأ يجب عليه أن يعرف الله الكلام ده كله المصرين فهمينه وعشان كده بيقولوا إيه؟ ربنا عرفه بالعقل ليه ربنا عرفه بالعقل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بمعرفته لأن إحنا عقلاء أدي أول معنى ربنا عرفه بالعقل لأن الله سبحانه وتعالى جعل اليقين والوصول إليه بعد معرفته بالوحي كمان اليقين يصل إليه الإنسان بعقله والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى كمان ربنا عرفه بالعقل للناس اللي وصل لهمش الرسالة يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى بالعقل هنا بقى في حاجة مهمة جدا الناس لما جم قالوا أن في بعض الناس بيقولوا ربنا عرفه بالرسل وكأن العقل في مقابلة الرسل آه دي الحكاية الأديمة بقى حكاية الأديمة القضية الزائفة اللي بعض الناس قالوا إيه أن فيه تعارض ما بين العقل وما بين النقل يعني ما بين العقل وما بين الرسالات والكلام ده كلام سخيف محدش قاله في حياتنا ومحدش قال أبدا أن العلم اللي عندنا ما بيعتمدش على العقل ولا أن الشريعة ما بتعتمدش على العقل هذا كلام زائف اللي قالوا وحاول يكرسه في الناس حاول يكرس في الناس عشان هو الكلام اللي هو هيقوله لهم مش عايزهم يفكروا فيه ترجمة نانسي قنقر